السلام عليكم مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة شروحات تعلم لغة الهولندية في هذا الجزء سنتحدث عن الاسم وأقسامه أولاً أعرض نفسك باللغة الانجليزية نقول الاسم باللغة الهولندية ينقسم الاسم إلى جزئين إلى قسمين الاسم الشخصي والاسم العائلي الاسم الشخصي الاسم العائلي الاسم العائلي الآن سنقوم بعمل سؤال جواب فراغن انتوارد سؤال جواب كيف أقول باللغة الهولندية ما اسمك؟ what is your name? what is your name? what is your name? what is your name? الجواب انتوارد می نام إس حسان می نام إس حسان اسمي هو حسن ما اسمك؟ What is your name? My name is Hassan. My name is Khalid. My name is Anes. My name is Diego. My name is Ayub. My name is Layan. My name is Klara. الآن سنتحدث كيف نقول باللغة الهولندية. ما هو اسمك الشخصي? What is your forename? What is your forename? أو يمكنك أيضا القول What is your forename? What is your forename? الاسم الشخصي. The forename. فالهولنديون فهم يتحدثون اللغة الهولندية على الشكل الألمانية. فهم يقلدون الشاب الألماني في بعض الكلمات. What is your forename? ما هو اسمك الشخصي? الانتور My forename is Samira. My forename is Hassan. My forename is Diego. ما هو اسمك العائلي? What is your forename? What is your forename? أو يمكنك قول أيضا What is your forename? What is your forename? الجواب هو My forename is Samadhi. My forename is Samadhi. The forename. The forename. الاسم العائلي. الآن سننتقل إلى الجزء الموالي. كيف أقول من تكون أو من أنت أو من أنت السؤال هو في بن جاي في بن جاي في بن جاي الجواب أنت ورد هو إك بن Hassan إك بن Lajan إك بن Diego إك بن Clara إك بن Kamilia إك بن Khalid إك بن ما إسمك? هناك طريقة أخرى لطرح ما إسمك. فراخن السؤال هو Who hate جاي? Who hate جاي? الجواب هو أنت ورد إك هيت Lajan إك هيت Lajan Who هيت جاي? Who هيت جاي? إك هيت Lajan إك هيت Lajan هناك طريقتين من أجل المعرفة ما إسمك. What is your name? أو تقول Who هيت جاي? أو تقول من أنت في بن جاي? Who هيت جاي? ما إسمك? كان هذا هو الجزء المتعلق بالإسم. الآن سننتقل إلى جزء آخر. ركزوا معي جيدا. The name في هذا الجزء سنتحدث عن العمر أو السن. The life tight The life tight The life tight العمر أو السن باللغة الإنجليزية age كم عمرك؟ كيف أقول باللغة الهولندية كم عمرك؟ فراغ سؤال انتوار جواب السؤال هو Who out bin you Who out bin you Who out bin you Who out bin you كم عمرك؟ الجواب هو I bin drey and vint yare out I bin drey and vint yare out عندي 23 سنة. إخواني أخواتي فلا فلا بد من معرفة الأرقام باللغة الهولندية للإجابة عن السؤال ما عمرك؟ ما سنك؟ أو ما عنوانك؟ لابد من معرفة الأرقام. الف احدى عشر ديرتين تلاتة عشر فايف خمسة أخت تمانية تين عشرة زس ستة فايف تين خمسة عشر فلا بد من حفظ الأرقام للإجابة عن هذا السؤال مثلا أقول ik bin elf yare out عندي 11 عشر السنة أو أقول دطال قد يسألك أحد ما يقول أي لغة تتحدث كيف أقول باللغة الهولندية أي لغة تتحدث فراخ نولس نولس إي نولس أتحدث العربية أتحدث الهولندية أتحدث الإنجليزية هذا كان هو الجزء المتعلق باللغة فالسؤال المتروح بالنسبة للغة وهو الج ASV هذا الجزء الأخير سنختم به هذا الدرس الآن سننتقل إلى العنوان والبلد والجنسية العنوان باللغة الهولندية وهو Head address Head address العنوان السؤال المطروح وهو ما عنوانك؟ What is your أو you قد نستعمل you أو you What is your أو you адرس What is your адرس الجواب هو مين адرس is Hofstraat 22 Utrecht مين адرس is Hofstraat 22 Utrecht الآن سننتقل إلى البلد هت لنت هت لنت البلد هت لنت السؤال المطروح وهو من أي بلد أنت؟ أرس أرس هت لنت من أرس هل أرس من الس envie أرس من دون أرس أرس للان من أرس إلى لنت مرحبا بكم مرحبا بك في بلجيكا مرحبا بك في بلجيكا شكرا لك الآن سننتقل إلى الجزء الموالي وهو الجزء المتعلق بالجنسية الناسيونالي تايت السؤال المطروح وهو ماجين سياتك قد يسألك أحد ما يقول ماجين سياتك فراخن انتورت سؤال جواب قد نسعمل ياو وقد نسعمل يو what is your nationalitate what is your nationalitate what is your nationalitate my nationalitate is ايضا القول ايضا القول اك بان اينولس بالنسبة للمؤنت اينولس انا انجليزية او يمكنك القول اك بان اينولس من انا انجليزي بالنسبة للذكر اما بالنسبة للانتا نقول اينولس اك بان اينولس فكان هذا هو الجزء المتعلق بالناشيوناليتيت بعد كل هذا حينما تنتهي المحادثة مع شخص ما في الشارع او الى غير ذلك بعدها فتختم هذه المحادثة بتشرفت بمعرفتك فتقول تشرفت بمعرفتك وهو ايضا يقول لك تشرفت بمعرفتك الان سنختم هذه المحادثة تشرفت بمعرفتك تشرفت بمعرفتك او بمعرفتك وهو ايضا يقول انا ايضا تشرفت بلقائك اوك لك يو تانتموتن اوك لك يو تانتموتن تشرفت بمعرفتك انخنام كنس تماكن انا ايضا تشرفت بمعرفتك اوك لك يو تانتموتن أنا أيضا تشرفت بلقائك كان هذا هو درس اليوم أعزائي إخواني أخواتي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم إن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ولا تنسوا دعمنا بعمل لايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم على المتابعة